الفريق جايد صالح أشرف منذ أسبوعين على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ بحر بحر صواريخ مضادة للسفن الحربية أمس فقط أشرف على تنفيذ تمرين جوي تاكتيكي بالرمايات الحقيقية وأكد الرمايات الحقيقية هل الخطر داهم أم أن التدريبات روتينية أبدأ معك أولا من الجزائر العاصمة اللواء عبد العزيز مجاهد الخبير العسكري والمدير الأسبق للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة مجددا أهلا بك أهلا وسهلا أولا يجب تنويه بأن جميع جيوش العالم هي مهمتها الإعداد والاستعداد للقيام بمهمها للدفاع على أوطانها ولذلك التمرين التاكتيكية في الظروف قريبة للحقيقة تجري في جميع جيوش العالم دائما هناك منورات وتمارين ومشاريع تدريبية تقييمية تنظيمية سنويا في جميع جيوش العالم وهذا شيء معلوم لدى الجميع أيضا أمر طبيعي من وجهة نظرك أترح السؤال على ضيفي من لندن السيد محمد العربي زيتوتا دبلوماسي الجزائرية السابق تمرين تاكتيكية بالرمايات الحقيقية تمرين مكثفة من وجهة نظرك هل هذا الأمر طبيعي؟ روتيني؟ قد يكون طبيعي لأنه حقيقة كل جيوش تحتاج إلى تدريب وهي تقوم بالتدريب وكل جيوش العالم تقوم بتدريبات وأحيانا بالذخيرة الحية إذن من حيث المبدأ في الأصل ليس هناك مشكلة لكن إذا عدنا إلى الخلفيات إذا عدنا إلى الواقع كما هو موجود اليوم للأسف فإن هذا قد لا يبدو طبيعيا جدا في الجزائر خاصة مع صدام متصاعد وإن كان ربما من وراء الستار حول من يخلف الرجل العاجز الرئيس العاجز وقايد صالح يعتبر الآن ربما يعتبر نفسه أنه مرشح وربما المرشح الأول لخلافة عبد العزيز بوتفليقة ولذلك يريد أن يظهر للجزائريين من أنه الرجل الذي يتحكم في الجيش ويقود الجيش بيد حديدية وفي نفس الوقت الذي ربما يضمن الأمن للجزائريين طبيعة التخويف هي طبيعة استبدادية وبالتالي قد تكون هذه الخلفية وإن كان كما قلت لك من حيث المبدأ ليس هناك أي إشكال في أن تكون التدريبات بذخيرة حية سيادة اللواء عبد العزيز مجاهد الضابط الكبير قايد صالح منذ بداية العام الجاري كثف زياراته الميدانية هيا إلى هياك المنشآت الجيش في كل أنحاء البلاد وأيضا بالخصوص الحدود البرية وضيفي لا يرى في الأمر ربما شيئا طبيعيا وبريئا ربما هالأمر متعلق بالداخل الجزائري كما استمعت إليه ما ردك على هذا الأمر أيضا مرة أخرى يجب الانتباه أو التنبيه أو التذكير بمهام رؤساء الأركان في كل الجيوش وعلى كل المستويات رئيس الأركان من مهامه الأساسية هي إعداد وتحضير ومراقبة وتفتيش وتقييم الإعداد والاستعداد لكل الوحدات التي تحت أمره هذا شيء متعارف عليه ومتفق عليه في جميع جيوش العالم صلاحيات ومهام وواجبات رؤساء الأركان هي تندرج في الإشراف التوجيه التقييم التصحيح كل هذا من مهام رؤساء الأركان لا ترى فيه أي دافع سياسي داخلي جزائري سيادة اللواء يا سيدي يا سيدي أنت تتكلم على نشاطات قام بها رئيس الأركان التقييم اسأل أي عسكري موجود حتى في البلاد اللي رأك موجود فيها رؤساء الأركان ما هي مهامهم رأي جاوبوك عليها بكل وضوح وبكل يعني مصدقية ضيفي من لندن سيد محمد العربي زيتوت اللواء عبد العزيز مجاهد يسر على أن كل ما يحدث من حراك اليوم في الجزائر حراك طبيعي وأنا أود أن أسأل في الآونة الأخيرة كيف نفسر هذا السعي النشط من قبل الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع سعر أسعى النفط هذا الحراك النشط لاستيعاب التكنولوجيا العسكرية الحديثة تعزيز المنظومة الدفاعية الجوية بمنظومة روسية شديدة التعقيد الأعلان عن إنشاء أول مصنع للمروحيات العسكرية بصطيفة الجزائرية الانفاق الكبير على شراء الأسلحة والمعدات الحربية بالإضافة إلى أن الجزائر تنتظر غواصتين حربيتين من روسيا هل كل هذا الحراك دون أن يكون هناك سبب وجيه تفضل سيد محمد العربي زيتوت للأسف هناك أكاد أقول هناك عملية فاحشة في بعثرة الأموال على السلاح منذ 2008 ولكن خاصة منذ 2011-2012 ازدادت هذه الوتيرة إذا كانت في السابق هي في حدود المصاريب في حدود ربما معدل 5 إلى 6 ملايين دولار الآن في حديث على مراكز متخصصة تتحدث على أن الجزائر تصرف حوالي 10 مليار دولار نحن نتحدث على مبلغ مهول جدا إذا علمنا أن المليار دولار يساوي أكثر من 10 ألف مليار سنتيم أو بدل العملة اليوم هو 15 ألف مليار سنتيم بالعملة الجزائرية أي أكثر من 150 ألف مليار سنتيم وهو مبلغ هائل حقا في بلد يحتاج للكثير يحتاج على أقل تقدير يحتاج لمستشفى يعالج فيه ما يسمى برئيس الجمهورية الذي وجدناه يعالج عند عسكر فرنسا وتحت رقابة مخابرات فرنسا في مستشفى عسكري مثلا تحتاج الجامعات الجزائرية التي تعاني أنها من أسوأ الجامعات اليوم في العالم تحتاج المستشفيات والمدارس والطرقات في كثير من الأحيان لكن هناك إصرار على بعثرة هذه الأموال والحقيقة هو ذلك لمجموعة من الأهداف إذا سمحت لي أعود لها بسرعة السبب الأول هو إحداث الشعور للجزائرين من أنكم تحت الخطر نحن نشتري أسلحة بملاير دولارات كل عام لأننا تحت الخطر خطر داهم والسؤال من هو العدو؟ هذا بطبيعة الحال سؤال كبير جدا في أي عقيدة عسكرية النقطة الثانية هو أن هذه الأموال تذهب إلى دول تذهب إلى روسيا ولكن ليس فقط إلى روسيا إلى دول أخرى وبذهاب هذه الأموال إلى هذه الدول فإنه يتم شراء ذمم دول معينة إذا كانوا الأمريكيين يسيطرون على قطاع النفط والفرنسيين على قطاع الاقتصادي والصينيين على قطاع البناء والاستيراد السلاح فإن الروس يسيطرون على الأسلحة القوى الكبرى يتم رشوتها بملاير من الدولارات سواء في الأسلحة أو في مشاريع أخرى والنقطة الثالثة هو أن هناك عمولات هائلة تصل أحيانا إلى 10-12-15% تذهب إلى جيوب الجنيرالات ومساعدين الجنيرالات الذين يشرفون على شراء هذه الخردة إذن أحداث الشعور بأن الجزائر تحت الخطر شراء ذمم دول وفساد في العمولات كما أشارت أطرح ترجمة نانسي قنقر